تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي سير الأعمال بمشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكا بمحافظة أسوان وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تسعى بجهود حثيثة نحو توفير متطلبات الأمن الغذائي وزيادة المساحات المزروعة بأهم المحاصيل الاستراتيجية وذلك في ظل التوجهات الرئاسية بضرورة العمل على استكمال جميع العناصر المرتبطة بجهود زيادة مساحة استصلاح الأراضي في منطقة توشكا وغيرها من المناطق الصحراوية والاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخي بالمنطقة